موسيقى حضرت مؤسسة النقل الحضاري وشبه الحضاري لمدينة الجزائر هي 847 حافيلة احنا عندنا 300 حافيلة مختصة في نقل الطلبة 150 حافيلة مختصة في نقل المؤسسات والباقي للنقل العمومي يعني احنا في الجزائر العاصمة احنا ليس مرناش الناقل الوحيد في العاصمة كاين ناقلين الخواص احنا ما نستطعوش نلبي كل الرغبات للنقل لمدينة الجزائر لان حضيران تعنا راه يعني عندها واش عندها هون ببا تو ساتيسفار موسيقى بما يخص الجي بيالسي احنا يعني تبعنا مشروع الحكومة يعني اللي يقول على كبار دولا ترانزيشان انرجيك وصح ان الاستثمار شوي ثقيل لكن قلنا بدينا يعني بحوالي 50 حافيلة راح نديروها الجي بيالسي ورحين نشوفوا يعني كيفاه الحافيلة راح تمشي بالجي بيالسي هذه باش نعموها على كل الاخر بسح لازم في الجزائر لازم يكون واحد يبادر بهذه العملية احنا كنا احنا والورجي ترانز وشركتنا افطال بدينا يعني في الحاضيرات تعنا باش نعودوا يخدموا بالجي بيالسي خصائر حوالي 40 مليار سنتين في هذه الجائحة تع كورونا يعني النشاط منتاع الشركة ما حبسش كان يعني النقل العمومي صح بس لكن الايام الاولى يعني بعد طلب منتاع سيد الولي انتاع ولي العاصمة قلنا يعني لازم تنظموا لي النقل منتاع الأطباء الأطباء وشبه الطبيين وعمال المستشفيات وحتى عمل النظافة يعني عندنا نتكوم عندنا اكسترانيت وغلا هذي يعني احنا اللي حضرنا لهم الاخر النقل نتاعهم للتسعيرات احنا في الاتيوزا يعني ما قممناش يعني باش نزيدوا التسعيرات التسعيرات هي من سلسون إنبليا برورغادي فتاعة الدولة بتاع الاخر احنا ما عدنا حتى رغبة في باش نزيدوا التسعيرات في التسعيرات اود ان اشكر كل بطاقة متاع الاتيوزا خاصة الشباب الشباب يعني اليوم اللي يرهم يقوموا بتطور كبير يعني من العمال وملأ اطارات ومهندسين يعني يديروا خدمة كبيرة في تنظيم هذه الشركة اشتركوا في القناة